كانت صبية وكانت خادمة إحدى الخادمات القلائل في مصر التي عملنا في بيت واحد أكثر من خمس سنوات ومن أبرز صفاتها الأمانة لم تسرق أبدا شيئا بل لم تخطر لها السرقة على بال فقربتها أمانتها من سيدة البيت فوضعتها في مصاف أفراد العائلة وتركت لها كل المفاتيح وكل البيت كبرت الصوية وأصبحت شابة جميلة ولكنها لم تحس بشبابها وجمالها إلا عندما عرفت سائق إحدى سيارات الأجرة ثم أصبحت كلها شبابا وجمالا عندما أحبته وقفت أمام المرآة معجبة بنفسها ثم اعتقدت أن هناك شيئا ينقصها شيئا يرضي شبابها وجمالها فمدت يدها لتسرق هذا الشيء كانت المرة الأولى التي تسرق فيها لم تسرق سوى قطرات من زجاجة عطر تملكها سيدتها لكنها لم تكن تعتقد أنها تسرق فهي لا تشعر أنها ترتكب جريمة فقد أحست بالنشوة التي يثيرها العطر فتعودت أن تسرق هذه القطرات كلما ذهبت إلى لقائه ولم تسرق شيئا آخر أبدا إلى أن لاحظت سيدة البيت تناقص زجاجة العطر وهو عطر غال تحرص عليه إلا أنها ترددت كثيرا قبل أن تفكر في أن هناك من يسرق فاتهمت نفسها بالإفراط في التعطر وحرصت على أن لا تسرف ولكن الزجاجة ظلت تتناقص فوضعت فوقها علامة خفيفة لتتأكد من أن هناك سرقة قبل أن تبحث عن السارق هبط سطح العطر داخل الزجاجة عن العلامة التي وضعتها فأصبح الشك يقينا ولكنها ترددت مرة ثانية قبل أن تتهم الخادمة فقد كانت أمانتها فوق الشك ثم أخذت تراقبها إلى أن شمت رائحة العطر في ثيابها فثارت واتهمتها بالسرقة لم تنكر الخادمة بل قالت في سباجة أصلب حب رحت يا ستي صفعتها السيدة وصرخت وكمان لك عيني قليلة الأدب يا حرمية ذعرت الخادمة وهي تسمع لأول مرة أنها حرمية تصورت السجن وتصورت المحاكمة وتصورت حبيبها يهجرها وانتظرت الليل مع دموعها ثم جمعت ثيابها وهربت وقبل أن تهرب سرقت زجاجة العطر كلها وهي تعلم هذه المرة أنها تسرق وأنها لصة استيقظت صاحبة البيت لتبحث عنها فلم تجدها وأبلغت البوليس بالأمر وبحث البوليس عنها فلم يجدها أيضا ربما لم يهتم كثيرا بالبحث عنها فإن زجاجة عطر لا تستحق اهتمام الدولة مضت شهور وجلست صاحبة البيت تروي للقصة وهي نادمة فإنها لم تجد بعد سعاد خادمة أخرى في مثل أمانتها ونشاطها كانت سعاد تسرق قطرات من العطر وكل من أتى بعدها حاول أن يسرق الحلية والنقود والثياب قالت لي ماذا يمكنني أن أفعل قلت كان يمكنك أن تشتري لها زجاجة عطر وتهديها لها لتصوني أمانتها وتحتفظي بها في خدمتك إننا ننسى أن الخادمة من بني الإنسان بنت ككل البنات لها نفس العواطف ونفس الإحساسات ونفس الأنوثة فمن حقها أن تحب ومن حقها أن تتعطر ترجمة نانسي قنقر